اهلا بكم عزيزي طلبة طلبات التعليم الفني في حلقة جديدة مخصصة للتعليم الصناعي القائمة على منهجية الجدرات للصف الثالث في فني ملابس جهزة النهاردة ان شاء الله هنكمل بقيت وحدتنا وحدة التغليف والتعبئة والتكلفة النهائية طبعا دي كان يعتبر تاني واحدة من وحدات الترمي التاني واخدنا فيها مخرج تعلم رقم واحد واثنين وثلاثة وان شاء الله النهاردة هنكمل بقيت مخرجات التعلم الخاصة بالوحدة قبل ما دخل على الوحدة بحب اذكركم بس بالمخرجات بتاعت التعلم بتاعتنا كان مخرج تعلم رقم واحد كان اجراءات السلامة والصحة المهنية مخرج تعلم رقم اتنين كان استخراج البيانات من خلال امر التشجيل مخرج تعلم رقم ثلاثة اللي هو الادوات هتعرف على طريقة التغليف من خلال معرفة للادوات الخاصة بالتغليف والتعبئة مخرج تعلم اللي جاء ان شاء الله رقم اربع هبدأ ان انا اكد جودة التغليف والتعبئة بعد ما غلفت وعبقته وحطيت الحاجة بتاعتي زي ما العميل عاود او حسب امر التشجيل هبدأ بعد كده ااكد الجودة بتاعة التغليف والتعبئة بعد ما اكدت جودة التغليف والتعبئة هبدأ ان انا اطلع الاسمان بتاعتي بتاعة الخامات الاساسية والخامات المساعدة اللي استخدمتها في خلال عملية التشجيل وفي خلال المنتج اللي انا بطلعه بعد ما بطلع عملية التسمين الخامات المساعدة بدخل بعد كده عايزة اتعرف ازا اجيب اجور العمال اللي ان هم اشتغلوا معي من خلال العملية اللي انا عملتها بعد كده ببدأ ان انا اطلع سعر بيع المنتج الواحد ده كانت بالنسبة لي مخرجات التعلم الخاصة بوحدة التغليف والتعبئة النهائية المتطلبات اللازمة لدراسة الواحدة اذا ما احنا اتفقنا ان احنا لازم نكون اكتازنا وحدات رسم النمازج اللي فاتت برضو وحدات الماكينات وحدات الخاصة بالمقرر الماكينات ده كده بالنسبة للطلبات السابقة للوحدة بالنسبة لي الوقت احنا اخذنا مخرج تعلم رقم واحد وهو تطبيق القواعد السلامة والصحة المهنية بالنسبة لتطبيق القواعد السلامة والصحة المهنية احنا اكدنا عليها في جميع الحلائيات السابقة وهي طبعا لازم أضمن سلامي وصحتي المهنية داخل المكان اللي أنا موجودة فيه علشان أحافظ على نفسي وحافظ على الناس الموجودة معي وحافظ على المكان مخرج تعلم رقم واحد مهم جدا سمحنا متفقين مع بعض إن أنا لازم أتبع إجراءات السلامة والصحة المهنية الخاصة بملابس العمل الخاصة عندي بالمكان اللي أنا موجودة فيه حافظ على إيزاي أحافظ على نظافته أحافظ على المكان يكون مرتب ما يكونش فيه حاجة موجودة في الممرات أتأكد من التهوية يكون كويسة أتأكد من الإضاءة أن هي تكون الإضاءة مناسبة للشغل اللي أنا هعمله عشان طبعا الإضاءة ما تأثرش على النظر بتاعي وبالنسبة برضو للتهوية ما تأثرش على الأمراض وأن هي ما تسببش فيه بوجود عدوى وطبعا يكون المكان بالنسبة لي آمن ويكونش فيه أي مشاكل تقابني ده بالنسبة كده لإجراءات السلامة والصحة المهنية الخاصة بأماكن العمل وبرضو فيه عندنا إجراءات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالمعدات اللي أنا بشتغل عليها والأدوات اللي أنا شغال عليها سواء كنت برسم سواء كنت بشتغل على مكانش سواء كنت أشتغل في مرحلة التغليف والتعبئة فالمفروض إن أنا بقعد لقعدة الصحيحة ما بكونش طبعا ما بقتنيش ظهري وانا قعدة لازم أكون قعدة على كرسي مدعم بمسنط في ظهري لو هقعد على مكان المفروض إن أنا أكون وش ملائم لعمود الإبرة تكون قعدة بزوية 90 درجة يكون ظهري مفروض طبعا كل ده طبعا على حفاظا على سلامتي المهنية وكون قعدة مستريحة علشان ما يحصل ليش مشاكل بعد كده بنأكد برضو على الملابس بتاعتي إنه هيكون طبعا اللبس الكعب العالي والاكسسورات والحاجات دي كلها طبعا إحنا حفاظنا كل ده من خلال الوحدات السابقة إحنا بنأكد عليها كل مرة برضو بأكد برضو على اللوايح والتعليمات واللافتات اللي محضوطة المفروض إن أنا أتباحها وما خلفهاش لأنه طبعا ده كله بيأثر على العمل اللي إحنا موجودين فيه وإحنا متفقين واتفقنا في الحلقات السابقة ودائما بنأكد عليها إن أنا لو حفظت على سلامة الصحية المهنية والمكان اللي أنا موجودة فيه إن شاء الله مش هيحصل فيه أعطال في العمل لأنه طبعا الأعطال اللي بتحصل فيه أثناء عملية التشغيل وأثناء المراحل المختلفة للتشغيل يتوقف عليها طبعا إن أنا الشغل بتاعي بتعطل فبالتالي مش هطلع المنتج بتاعي أو الطلبية المطلوبة مني في المعادل المحدد لها مع العميد طبعا أنا لازم أكون ملتزمة بالموعيد لأن طبعا ده بالنسبة لي السمعة بتاعتي بالنسبة لي سوء العمل ممكن يرفضني بعد كده فأنا بحاول إن أنا بطبق كل حاجة زي ما أنا تعلمتها بالضبط علشان أكتسب كل المهارات الخاصة بي لأن أنا أطلع بعد كده أواجه سوء العمل ألاقي فيه فرص قدامي ألاقيني فهمة اللي بيحصل إيه المطلوب مني إيه المهارات اللي أنا المفروضة أكون موجودة فيه علشان أعرف أشتغل أعرف أنجح أعرف أوصل للهدف اللي أنا عاوز إن شاء الله في الآخر طبعا بتمنى لكم كلكم بإذن الله توصلوا لأعلى مكانة وترفعوا طبعا الصناعة المصرية ونلاقي طبعا كلنا سوء العمل بالنسبة لنا يكون إحنا مواجبين ومتعودين وعارفين إيه المطلوب مننا لما نخرج إن شاء الله ده كده بالنسبة لمخرج تعلم رقم واحد مخرج تعلم رقم اتنين كان استخراج البيانات من أمر التشغيل وطبعا إحنا عرفنا أن أمر التشغيل مستند أساسي ومهم جدا بيتم إصداره من قسم التخطيط لإدارة الإنتاج وبيكون موجود فيه البيانات الخاصة بالعملية اللي أنا هعملها طبعا إحنا دلوقتي في وحدة تغليف والتعباء فمفروض أن يكون العمليات المراد معرفتها أول المفروض أن أنا هعملها أن أنا هغلف أميس رجالي هغلف بلوزة هغلف تيشيرت هغلفه إزاي إيه الأدوات المستخدمة عندي برضو هكون عارفة المقاس بتاع الكيس اللي أنا هحط فيه أو الكرتونة بعد ما بخلص هحطه في كرتونة شكلها إيه هستخدم طريقة التغليف طريقة الطي ولا طريقة التعليق ولا إيه طريقة بالضبط اللي أنا هستخدمها في عملية التغليف والتعبئة النهائية ده كده بالنسبة لي كان في أمر التشهيل أمر بالنسبة لي مخرج تعلم رقم 3 وهو طبعا كلنا عايزين نعرف بقى أنا هغلف إزاي فلازم أكون عرفت الأدوات اللي أنا هستخدمها في التغليف طبعا من الأدوات اللي إحنا بصدمها في التغليف إحنا كلنا عارفينها لأن إحنا بننزل نشتري حاجتنا ونبقى موجودين في المحلات فبنشوف الأميس مثلا متغلب في كيسة أو محطوط في كرتونة أو محطوط متعلق على شماعة أو أي شكل من الأشمالية مهمة جدا لأن طبعا أنا لو ما غلفتش المنتج وعبقته بالطريقة الصحيحة فطبعا أنا كده مش أحقق الهدف العام من التغليف والتعباء الهدف من التغليف والتعباء الحفاظ على المنتج الحفاظ على المنتج من التلف الحفاظ على المنتج من بعد كده ممكن يكون في مشاكل بالنسبة لي في المنتج بتاعي ممكن يكون مثلا الجو مش كويس وانا بنق المنتج من مكان لمكان فبيسبب لي بعد كده مشاكل كتيرة ممكن يكون اهضار للمنتج بتاعي حصل له مشكلة بعد ما انا قعدت كلفته واشتغلت فيه فبطلع بعد كده عملية التغليف والتعبئة طلعتش بالطريقة الصحيحة فبالتالي المنتج بتاعي مش هيكون طالع بالشكل اللي انا محتاجه وبرضو المظهر الجمالي مهم جدا في عملية التغليف والتعبئة يعني انا بالنسبة للمرحلة دي مرحلة مهمة جدا في المنتج النهائي لازم اكون متبعة فيها الموصفات الفنية اللازمة في عملية التغليف والتعبئة طبعا انا ببقى متفقة مع العميل هو عايز ايه بالضبط لو جينا رجعنا تاني نتكلم على ادوات التغليف والتعبئة زي ما احنا اتفقنا ان انا ربا بنزل اشتري حاجة فانا بشوف المنتج بتاعي متغلف ازاي لو بصيت كده هلاقي فيه عندي اكياس لاكياء مخطوط ممكن في كيس الكيس ده ممكن يكون مقفول بطريقة او ضغط حراري عليه فبالنسبة لي الكيس محطوط في قلبه المنتج ومتغلف معايا ومقفول عليه ليه طريقة في طريقة التغليف اللي هو الاكياس طبعا تبقى مصنوعة من مواد مخصصة للمنتج ده بحيث انها ما تبقاش قابلة للتمزق قابلة للقطع مع الوقت ما تكونش دابت ما تكونش حصل لها اي مشاكل لان طبعا انا بحافظ على المنتج اللي بقواه فلازم طبعا تكون مصنوعة من مواد مخصصة لعملية التعبئة والتغذية فيه كمان عندي المشاجب او العلاقات اللي انا بحط عليها المنتج طبعا اتعرفنا على شكلها في الحلقة الحلقة السابقة لو احنا جينا كده بصينا كده على الصورة اللي قدامنا كده فدي بالنسبالي الادوات اللي انا بنزل السوق وبشوفها قدامي بلاقي فيه عندي الاكياس بلاقي عندي المشاجب الموجودة بلاقي عندي ممكن احط المنتج فيه كرتونة وبعد ما بكون طيطه او قفلته او طبقته وقمت جايه محطاه في قلب كرتون طبعا انا ما بنساش وانا بعمل المرحلة دي ان انا بحط معايا البطاقة الارشادية بتاعتي طبعا دي مهمة جدا لان البطاقة الارشادية دي هو دايما العميل بيدور عليها بيدور يشوف انا المنتج ده بالنسبالي مصنوع من ايه ايه الاجراءات اللي انا مفروض اتباح عند اللبس وعند الغسيل وهكويه ازاي هتعامل معا ازاي احط عليه ايه الادوات الطبيضة اللي ممكن تضره ما استخدمش القرول استخدم القرول ده كل ده بطاقة ارشادية بترشد العميل لطريقة استخدام المنتج اللي هو اللي هو موجود معاه فبعد ما بغلف بعد ما عملية التغليب بطبعا بحط البطاقة الارشادية اتفاقنا ان انا عندي فيه كمان في بطاقة الحاجات بتاعت التغليب فيه عندي شماعات مختلفة شماعات بتتستخدم فيه البناطيل للبناطيل الرجالي وبناطيل للاطفال فيه شماعات بتستخدم للطاقة كله لو انا بستخدم طاقة طفل ممكن احط فيه كذا قطعة بالنسبة لي ما يكونش فيه بس البنطلون بس ممكن يكون الشماعة خاصة بالبنطلون او الشورت والاميس والجزاكة اللفوقية ده ممكن تكون شماعة خاصة بالقطعة الملبسية ككل شماعة خاصة بالبنطلون الرجالي شماعة خاصة بالاميس شماعة خاصة بالفستان شماعة خاصة بالبلوزة بالانضرات القطم الداخلية وملابس السباحة وملابس البحر كل دولات طبعا بيبقى لهم شماعات خاصة بكل واحد بكل منتج انا عايزة اخراج ده بالنسبة لعملية التغليف والتعبئة الأدوات اللي أنا بستخدمها فيها طبعاً عند وجدت اتكلمت على الأميس الرجالي بالنسبة للأميس الرجالي مهم جداً قطع ملبسية مهمة جداً على قد ما أنا بلاقيه مهم جداً لازم أهتمي بيه لأن طبعاً ما فيش حد فينا ما بيلبسي الشميز أو الأميس الرجالي زي ما احنا بنقول عليه الأميس الرجالي ده نما بجي أتنيه لازم ليه طريق الطي معينة أنا بتتبحها وأنا جاية أقفله في الطريق التقفيل النهائي لو أنا ما قفلتهش بالطريقة بتاخد الشكل الجمالي في الآخر فأنا كده يعني ما بيبقاش الشكل العام حلو أو بيبقى طلعت المنتج في الآخر الشكل العام بتاعه مش تمام فأنا لازم أحافظ على طريقة طي القميس الرجالي بتاعي الحلقة اللي فاتت كنا اتعرفنا عليها طريقة طي القميس الرجالي وقلنا إن احنا بنحطه على الترابيزة قدامي بطريقة مسطحة وبعد كده باتني وبعد كده باتني بحط الكرتونة قبل ما اعمل كل ده بحط الكرتونة الخاصة بطريقة التغليف وببدأ إن أنا قتني وابدأ قتني الناحية التانية وابدأ أرفعه وبعد طلع القمي بتاعي في الناحية التانية تعالوا كده معايا نشوف فيديو كده سريع عن طريقة التغليف طريقة التغليف الأميس الرجالي بحيث إن أنا ألخص فيه العمليات بتاعت التغليف بتاعتي كل طبعا ده إحنا كنا أخدنا الحلقة اللي فاتت بس أنا حابة إن إحنا نأكد على طريقة التغليف الأميس الرجالي بالنسبة لي هالصور ديت بتوضح حتني إيه وهاعمل المراحل بتاعت التغليف بتاعي لو جيت برضو بعد مخلص التغليف حطوته في الكرتونة الخاصة به هنا بالنسبة لي فيه فيديو برضو لطريقة التغليف عندي سهل القلص لو جيت بصيت كده بطريقة سهلة هو جاب للأميس وفرده على المنددة قدامي وبدأ يتعامل معه يعني بدأ يزبوته خالص وبدأ يفرده وبدأ يتعامل مع الأميس جاب الكم ده الأول أفعله كده وبعد كده زبط الاتجاب بتاعه زبط الناحية كويس وبدأ يسوف الأميس وأم جايم تاني الكم وبعد كده جاب الكم التاني وبدأ يتنيه معه وقعد برضو سوا فيه كويس علشان يطلع بالشكل يطلع ياخد شكل جمالي وبقى شكله حلو مظبوط كما أنا أحافظ عليه يعني طبعا أنا كل قبل العملية دات أنا بحاول بكويل أول كويسة علشان أفرد المنسوج بتاعه المنسوجات بتاعته ويطلع بالشكل اللي أنا عاوزاه ده كده طريقة سريعة لطريقة كوي الأميس الرجالي طبعا دي طريقة كمان فيه كمان طريقة اللي احنا اتفقنا عليها اللي احنا بنطبق اللي احنا اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت ورجعناها النهاردة سريعة كده طريقة تطبيق الأميس هندخل على مخرج تعلم رقم واحد وهو تأكيد جودة التعبئة هبدأ بقى بعد أنا معبقت المنتج بتاعي وحطيته في قلب الكياس وبعد كده وحطيته في قلب الكرتونة زي ما احنا اتفقنا مع العميل هو عايز إيه بالزبط هبدأ أأكد جودة التعبئة بتحتي جودة التعبئة بتحتي دي دي مرحلة بتيجي بعد ما بكون خلصت كله بقى وبقى ايه حطيت الشغل بتاعي وزبطته وعملته وحطيت في الكرتونة أبدأ أأكد الجودة بتحتي بقى أول حاجة في الحاجات اللي أنا مفروضة أأكد عليها إن أنا بكون بتأكد إن الطيب بتاعي أو التعليق اللي أنا عملته للمنتج تم بشكل سليم ومناسب يعني بعد أنا مكويت القميس وطبقته وحطيته في قلب الكرتونة أو علقته زي ما هو مطلوب مني يكون الشكل بتاعه في الآخر مدي شكل جمالي ما يكونش متكرمش ما يكونش فيه حاجة مثلا مش موجودة عندي بعد عملية التطبيق يكون فيه زرار طار يكون فيه اللياء مش مظبوطة الطريقة اللي أنا عملت بيها برضو مخالفة ما هيش مظبوطة قد كده وبرضو هستخدم مسلزمات تغليف مناسبة لنوع المنتج بالأسلوب الصحيح لازم يكون حتى لو العميل طلب مني مثلا تغليف معين وأنا لقيته مش مناسب ليا أو مش مناسب للمنتج اللي أنا طلعته مش مناسب منش مدي مظهر جمالي وهيطلع في السوق بعد كده مش كويس المفروض ده أنا راجع للعميل وأتكلم معاه واشوف حل الموضوع ده أقول له مثلا طريقة التغليف دي مش مناسبة للنوع المنتج ولازم إحنا نطلع المنتج بالطريقة المناسبة عشان هيخرب في السوق وبرضو إن أنا هراعي إن تكون أنواع ومقاسات العبوات والأكياس دي مناسبة لنوع وحجم المنتج يعني أنا لو بعمل مثلا قميس طفل مثلا وببدأ أغلفه مفروض إنه ليه كيس صغير منعا على مقاس الطفل لو أنا بستخدم لو أنا بعمل تشير تبولو بعمل بلوزة بعمل فستان بعمل الأندر وإي قطأ مدخلي بعمل أي حاجة المفروض إنه نوع العبوة والمقاس بتاعها يكون مناسب لنوع وحجم المنتج اللي أنا ببدأ إن أنا أكيسه وابدأ إن أنا أعمله هصلنا في البطاعة بتاعة الموصفات في حط البطاعة بتاعة الموصفات بتاعت في مكانها الصباح تابعة لنوع المنتج زي ما احنا اتفقنا إنه إحنا بدأ ونجينا مثلا نعمل أميس رجالي فببدأ أحطه قدام وابدأ أشبكه ممكن أحطه فيه سرار أو ممكن أحطه فيه البطاعة الإرشادية بتبقى موجودة معايا متخياطة عندي في قلب المنتج زي نفسه وابدأ إن أنا أحط البطاعة الإرشادية في المكان الصحيح بعد ما بكون خلصت كل ده ببدأ إن أنا أضيف المستدامات المكاملة المناسبة للمنتج الأزرار الإضافية وحطها في مكانها الصحيح بس إن لو حاجة تلفت مني في الأميس أو في المنتج اللي أنا أشغال عليه أو اللي أنا بغلفه بيبقى موجود فيه حاجة إضافية كده محطوطة في كيس ومتدبسة أو متخياطة في قلب الأميس من جوة بحيث إن العميل يشوف إن أنا عندي فيه زرار إضافي أنا لو الزرار اللي أنا اللي أنا استخدمته أو اللي أنا باستخدمه أسنان الاستخدام حصل له عملية تلف أو أي حاجة ممكن إن أنا أستبدل الزرار بالزرار الموجود اللي هو اللي بيبقى موجود احتياطي بيكون تغلف المنتج بالطريقة الصحيحة مطبع لنوع المنتج يعني أنا هغلف المنتج بالطريقة الصحيحة اللي متابعة لنوع المنتج يعني أنا لو عندي أميس ريالي المفروض إن أنا بأعمل عملية الطي بتاعته صح وابدأ إن أنا أكيسه أو إن أنا أحطه فيه العلبة وببدأ يتحطي بطريقة صحيحة مش مثلا إن أنا هحطه كده فوق بعضه بعد ما عملت عملية تشغيل وكويت وزبطت المنتج مفروض عملية التغليف بقى بتتم بطريقة صحيحة بحيث إن أنا مأزيش المنتج منتج متكرمش طلع شكله مش حل وطلع منظر جمالي ما عايفيش منظر جمالي ولا ان الشجل اللي انا عملته في كل المراحل ضعف عملية التغليف والتعبئة او لما المنتج النهائي طلع في المرحلة ديت طلع طبعا شكله مش تمام. برضو ان تكون تعبئة القطع بعد تغليفها ملاعم لقواعد التغليف والتعبئة. عندي قواعد ان انا مثلا الكرتونة اللي انا هستخدمها بعد عملية التعبئة ما فروض تكون الكرتونة متينة ما يكونش مثلا الكيس او اللي انا عبقتي فيه الكيس بتاع التعبئة بتاعتي يكون مصنوع من مادة رضيئة او مادة مش مناسبة. ممكن بعد كده بصة لاقيها الكيس بتاعي او القطع او المنتج اللي انا حطيته فيه او الكيس اللي انا استخدمته ممكن يتقطع مني بسهولة جدا. ولا القطع بتاعتي مش مغلفة. وممكن طبعا يحصل له عملية تلف يتدلع عليها حاجة. يحصل لي اي مشكلة في عملية الانتقال او فيه. بعد كده لما المنتج بيروح في مكان اللي انا بيح فيه بلايه هو مش محفوظ بالطريقة الصحيحة. او ممكن ده طبعا بيسقلي لان انا مغلفتش بالطريقة الصحيحة وانا ما استخدمتش المواد التغليف والتعبئة مناسبة وملاقبة لقواعد التغليف اللي احنا اتعلمناه واكدنا عليها في المخرج اللي فات. بعد كده بعد ما انا اكدت المخرج بتاعي بتاع بتاع تأكيد جودة التغليفة والتعبئة هدخل على تسمين الخامات التشغيل. المخرج ده مخرج مهم جدا ومخرج كبير. يعني محتاج مني ان انا اكون فاهم هسمن ازاي ايه اللي انا هعمله. هستخدم ايه بالضبط. هسمن ازاي الطريقة ايه الخامات اللي انا هسمنها. مطلوب مني طبعا قبل ما عملية التسمين ان انا هكون متعلمة ازاي حلل القطع الملبسية. يعني انا عندي اي قطع ملبسية مكونة من اجزاء. ايه الاجزاء دي هتعندي امام. الامام ده بيكون لاما جزء واحد. لاما بيكون مقفول من قدام في مديني جزء واحد. او بيبقى ايه ايه جزئين. على وانا عندي مرادة في النصة او مرادة او سستة او اي فتحة في الامام. فبتقسم الامام الى جزئين. الخلف بالنسبة لي ممكن برضو يبقى جزء واحد او بيكون جزئين او اقصر. يعني حسب الموديل اللي انا اللي قدامي. المفروض ان انا ابدأ احلله. يعني انا عندي كده انا ماجه حلل التصميم من حيث والاجزاء المكونة له. عندي الامام. الامام يمكن يكون جزء واحد او اكثر. الخلف يمكن يكون جزء واحد برضو او اكتر. الكوم يتكون. طبعا احنا قلنا بنشوف الموديلات اللي موجودة في السوق. ممكن يكون كوم واحد وممكن يكون كوم مين? حسب الموديل اللي موجوده. ممكن يكون الكوم الواحد متجزق لكزة جزئي. يعني ممكن يكون في جزء عيل ومثلا في الكوم. وصدر منه في كرنيش او صدر منه في جزء تاني في الكوم من تحت. فيقسم للكم القطعتين. يعني الكوم بيتكون من اتنين كوم في الغالب زي ما احنا بنشوف. او ممكن يتجزع الكوم الواحد لا اكثر من جزء. الكولة او اللياء طبعا بتكون ممكن تكون كطعة واحدة زي الكولسبور او كطعتين زي الكول بيبي. طبعا بتبقى كطعة ناحية زي ما احنا بنشوف في فساتين الاطفال فيبقى فيه الكل بيبي عندي قطعتين وبتتكون طبعا كل قطعة من دول من البطانة بتاعتها يعني أنا لوقتي عندي قولة ممكن تبقى قطعة واحدة ممكن تبقى قطعتين قطعة واحدة في حالة ايه لما بيبقى الكل بتاعي لفف من الخلف مع بعضه بيبقى ده اسمه الكل سبور قطعتين ممكن يكون جزء سفلي وجزء علوي جزء السفلي اللي هو زي القميس الأفرنجي بيبقى فيه جزء سفلي اللي هو بنسميه رجل اللي ياء اللي هي بتحط فيها الزرار والعروة وفيه عند جزء العلوي اللي بيبقى في اللي الكلة دائما بتتكون من واجه وبطانة الواجه وبطانة ممكن تكون البطانة من نفس نوع القماش او مش من نفس نوع القماش عندي برضو بنلاقيها دائما موجودة في الاكمال او حسب التصميم برضو ان انا عندي اسورة لكل كم اسورة زي ما احنا عارفين الاسورة بتتكون من ايه من اسورة وبطانتها بتتكون من طبقتين الاسورة بتتكون من ايه من الاسورة وبطانتها طبعا ديها الأجزاء اللي موجودة عندي من حيث العدد يعني أنا عمالة عدة في الأجزاء الأمام قطعتين مثلا أو قطع الخلف قطعتين أو قطع القم قمين أو قم واحد حسب التصميم أو ممكن يكون القم مجزأ لقطع أو قطعتين اللياءة الكولة كم قطعة القطعة واحدة أو قطعتين شكلها إيه بالضبط يعني ممكن يكون جزء عالوي جزء سفلي برضو الأساور ده بالحاجات دي موجودة عندنا بصفة عامة موجودة في كل الموديلات اللي احنا بنشوفها في الأسواق يعني دي القطعة الملبسية محدش بيختلف عليها بس طبعا بنختلف هي الأمام قطع أو قطعتين طبعا أنا كفن ملابس جزء المفروض أكون عارف ده أكون عارف أنا لما أقولك حلل الموديل ده أنت بتحلله بتحلله حسب عدد القطع الموجودة لما أجي بقى حلل الموديل من حيث والشكل العام طبعا أنا مش عايزة عدد القطع بقى أنا لما أشوف التصميم اللي قداني أبدأ أحلله شكله إيه يعني أنا لو شفت موديل مثلا وجيت أوصفه لحد من زمالك جيت شفت موديل كده وجيت توصفيه لحد من زمالك وتقولوله أنا شفت في إيه هتقوليله كده أن أنا فيه قصة معينة شفتها موجودة فيه فيه مرد معين واخد شكله معين فيه عندي مثلا كشكشة فيه عندي كسرات فيه عندي كولة واخد شكله معين فيه عندي توسيع معين فيه عندي الكمة واخد شكله معين فيه كشكشة الكمة فيه كسرة ولكم البلسية على حسب الشكل اللي عندي يعني أنا لوقتي عندي تحليل الموديل من حيث عدد الأجزاء اتفقنا ان احنا عدد الأجزاء ده على حسب الأجزاء المكونة له لو أنا عندي مثلا الأمام قطعة واحدة أو قطعتين حسب التصميم قطعة واحدة لما بيكونش عندي فتحة في الأدام أو ما فيش عندي زراير أو ما فيش عندي أي فتحات في الأمام بيبقى ده بالنسبة لقطعة واحدة قطعتين لما بيكون عندي مفتوح في عندي سوستة في عندي زراير في عندي فتحة أي خياطة أي قصة فعلى حسب الموديل الموجود قدامي ده بالنسبة للأمام النسبة للخلف برضو ممكن يبقى قطعة واحدة أو قطعتين حسب التصميم الموجود برضو قدامي في الموديل يعني أنا المفروض أن أعمل إيه المفروض أن أحلل الموديل حسب الأجزاء أعد الأجزاء قول مثلا يا مسئل أمامي قطعتين لقطعتين علشان فيه عند مرد في الأمام فصل القطعة لقطعتين الخلف ممكن يكون قطعة واحدة ما يكونش فيه اي حاجة ما يكونش فيه اي فتحات ما يكونش فيه قصة ما يكونش فيه اي حاجة فاداني القم الخلف قطع يبقى انا بقول قطع او قطعتين على حسب ايه على حسب الموديل اللي انا ببدأ احلله القم برضو ممكن يكون القم عندي واخد شكل القم الواحد ممكن يكون فيه كذا قصة يعني فيه قصة فيه كشكشة من تحت زي ما احنا بنشوف الاشكال الموجودة في السوف فالقم بالنسبة لي في الغالب بيبقى قطعتين قم الناحية دي وقم الناحية دي بس ممكن يكون الكم الواحد في موديلات تانية يكون الكم فيه كذا في قصة مثلا جاية من هنا مثلا وجاية بوسع فاصلتلي الجزء ده عن الجزء ده يبقى انا عند الكم كده بحلله ايه انه ده قطعة وده قطعة وبرضه الكم التانية بقى قطعة قطعة يعني انا في الاخر اقول ايه اقول القمة اربع قطعة بالنسبة للكولة في عندي كولة قطعة واحدة او كول قطعتين القطعة الواحدة اللي هي الكول سبور اللي احنا كلنا عارفينها الكل القطعتين بيبقى ممكن ما يكون موجودة في الكل بيبي اللي هو في ملابس الاطفال اللي هو بيبقى فيه جزء كده وجزء كده الكل اللي هو البيبي بتاع الاطفال الصغيرين او ممكن يكون كل قطعتين زي برضو الاميس الافرنجي او الاميس الشميز بيبقى فيه موجود قطعة سفلية وموجود قطعة عالوية وطبعا ده بيقسم لي ان الكل قطعتين برضه عند الكل القطعة واحدة لكل بحاري احنا طبعا مفروض ان احنا منكون اخدنا الاكوال اللي عندي في الصف الاول والتاني فانت كطالب مفروض تكون عرفت الاكوال وعرفت اسمها الاكوال على اختلاف اشكالها عندي بيبقى قطعة واحدة الكلة بيبقى لها قطعة والبطآن بتاعتها وبرضه منأكد أن أنا ممكن يكون عندي البطانة بتاعت الكولة عندي بتبقى من نفس نوع القماش أو متكنش من نفس نوع القماش ويكون بالقماش مختلف بالنسبة لو الكولة القطعة واحدة فإحنا بنقول إن هي قطعة لأن هي نجيب الكولة بالبطانة بتاعتها أنا باشتغل على القطعتين كل قطعة بمفرطة بالنسبة للأسور برضه أنا عندي النقل قمة إصورة طب أنا ممكن ألاقي في تصميم في إصورة بس في قمة والتصميم التاني ما فيهوش قمة حسب الموديل اللي انا اشغال عليه فانا نما باجي احلل الموديل بقول مثلا لو عندي الاسورتين عندي الاسورتين موجودين ودائما الاسورة موجودة بتطنيطها وبرضو زي ما لفتنا النظر انه ممكن تكون الاسورة بتطنيطها من نفس نوع القماش او مش من نفس نوع القماش لو جينا اتكلمنا بقى واكدنا على التصميم من حيث والشكل العام فانا بالنسبة لي التصميم من حيث والشكل العام احنا بنوصف الموديل بنحاول نشوف الشكل العام بتاعه بعيدة عن الأجزاء طبعا تحليل الموديل من حيث والأجزاء ده حاجة والشكل العام ده حاجة تانية الشكل العام بالنسبة لي لان طبعا ما بتبقاش ما باجه سامن الخامات انا بحط قواعد فنية انا بتتبعها وانا بحط تسامين الخامات او انا بحط الكمية بتاعة الخامات يعني انا عايز اعرف كمية القماش فانا انا مثلا عندي كشكشة فالمفروض اكون عارفة الموديل ده في نسبة كشكشة دي مفروض عارفة يعني ايه كشكشة اصلا قطالب مفروض عارفة الكشكشة الكسرات الكالونيها اه كل ده انا مكون مكون انا مفروض اكون عارف يعني ايه كالونيها شكلها ايه بالضبط ده من حيث الشكل العام يعني انا نما جيب مديل لك واقول لك ده ده كالونيها ده كشكشة ده بلسي فانت قطالب فمفروض تبقى عارف تفرق بين القصة بين الكالونيها بين المرادات واشكالها في عندي مرد بسيط متصل برد بسيط منفصل في عندي مرد كالونية في عندي مرد بسيط مع الكوليسبور والريفيرا في عندي مردات على أشكالها مختلفة فالمفروض أعرف كل مردات دي شكلها إيه؟ علشان أما أجي أحط القاعدة بتاعتها فأعرف أحط القاعدة اللي هي الصح والمزبوطة برضو التوسعات عندي كشكشة في عندي تعبع القماش اللي أنا باستخدمه لو أنا هستخدم مثلا القماش خفيف فأنا بحط الكشكشة بنسبة معينة قماش تقيل برضو كشكشة بنسبة معينة الموديل لو عندي طويل أو قصير بحطه نسبة توسعات بالنسبة للطويل نسبة وبالنسبة للقصير نسبة فعلى حسب أنا لازم أعرف هو التوسيع ده فيه توسعات في الموديل مفيش توسعات لازم أعرف كل ده وكون عارفه من حيث الشكل العام وأبدأ أفصصه برضو الأكمان بأشكالها كل كم برضو ليه شكل مختلف عن التاني وليه طريقة طبعا مدبعة فيما يأنافز الكمية بتاعتي لأن أنا المطلوبة علشان أجيب سمن لازم يكون عندي كمية وبيكون الكمية دي على حسب الكمية الموجودة عندي برضو اللي آت والأكوال برضو المفروض أن أنا أكون عارفة كل شكل كولة وأشوف القواعد الفنية بتاعتها أشوف أنا هتعامل الزمعة كولة دي وغضف لها إيه بالزبط ده كده بالنسبة للقواعد بصفة عامة في المخرج ده إحنا محتاجين لسه هنتكلم فيه تاني علشان نبدأ ندخل على عملية التسمين ونبدأ نعرف بطريقة مفصلة أكتر إن شاء الله في الحلقة الجاية بإذن الله انتظرونا بإذن الله وإن شاء الله هيبقى فيه ناخد بعض من المسائل الخاصة بعملية التسمين بس طبعا عشان أخذ التسمين احنا بنأكد نكون فاهمين يعني إيه التحليل من حيث الشكل العام من حيث عدد الأجزاء هعرف شكل الأكوال هعرف شكل المردات هعرف شكل الأكمام المختلفة هعرف شكل القصرات هعرف شكل التوسعات هعرف الكشكشة واعرف أفرق من كل حاجة من دول علشان أبدأ وأنا جاية أطلع الكمية أبقى عرفت بالضبط أنا زودت إيه القواعد الفنية المتبعة عندنا في في العمية في الكميات عشان بناء على الكمية هبدأ أجيب السعر بإذن الله شكرا لكم وبشكركم جدا وبتمنى لكم الخير والسعادة وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة شكرا شكرا